الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 تم تعليق دائرة التحكم في تخفيف ضغط الوقود على ماذا يعني ذلك ينطبق رمز مشكلة التشخيص التشخيصي DTC العام هذا على جميع مركبات OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من دوج رام تشيفي فورد جي أم سي زحل وما إلى ذلك على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أدراز يعد رمز مشكلة P009F OBD2 واحدا من خمسة رموز ممكنة تشير إلى أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت وجود عطل وتشغيل دائرة التحكم في تخفيف ضغط الوقود الرموز المرتبطة بأعطال تخفيف ضغط الوقود هي P009B وP009C وP009D وP009E وP009F الغرض من دائرة التحكم في تخفيف ضغط الوقود هو التحكم في كمية وضغط الوقود الذي يتم توصيله إلى المحرك للعمل بشكل صحيح يراقب PCM منظم ضغط الوقود ويفتح صمام تخفيف ضغط الوقود لإعادة الوقود الزائد إلى نظام تزويد الوقود يتم تعيين الرمز P009F بواسطة PCM عندما تكون دائرة التحكم في تخفيف ضغط الوقود عالقة في وضع التشغيل ما مدى خطورة هذا DTC عادة ما تكون شدة هذا الرمز معتدلة بناء على العطل المحدد مثال على صمام تخفيف ضغط الوقود ما هي بعض أعراض الكود قد تشمل أعراض رمز المحرك P009F ما يلي لن يبدأ المحرك في الأداء الضعيف للمحرك فحص ضوء المحرك ضوء الوقود المائل الذي يقتر من أنبوب العادم زيادة استهلاك الوقود ما هي بعض الأسباب المحتملة للرمز قد تتضمن أسباب هذا الرمز ما يلي مضخة الوقود المعيبة صمام تخفيف ضغط الوقود المعيب فشل منظم ضغط الوقود الموصل المتآكل أو التالف الأسلاك المعيبة أو التالفة جهاز الكمبيوتر المعيب ما هو بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P009F الخطوة الأولى في عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها لأي عطل هي البحث في نشارات الخدمات الفنية TSB وهاش 39S للمركبة المحددة حسب السنة والطراز ومحطة الطاقة في بعض الحالات يمكن أن يوفر هذا الكثير من الوقت على المدى الطويل من خلال توجيهك في الاتجاه الصحيح حدد موقع جميع المكونات المرتبطة بدائرة التحكم في تخفيف ضغط الوقود سيشمل ذلك مضخة الوقود منظم ضغط الوقود صمام تخفيف ضغط الوقود وPCM على نظام بسيط بمجرد تحديد هذه المكونات يجب إجراء فحص بصري شامل لفحص جميع الأسلاك والموصلات ذات الصلة ابحثا عن عيوب واضحة مثل الكشت أو الاحتكاك أو الأسلاك العارية أو بقع الحرق اختبارات ضغط الوقود يختلف ضغط الوقود المناسب بناء على المحرك المحدد وتكوين نظام إمداد الوقود يجب الرجوع إلى البيانات التقنية للحصول على نطاق ضغط الوقود الصحيح ومواقع تثبيت مقياس ضغط الوقود لإجراء اختبارات الضغط بدقة خطوات متقدمة تصبح الخطوات المتقدمة خاصة جيدا بالمركبة وتتطلب المعدات المتطورة المناسبة للعمل بدقة تتطلب هذه الإجراءات مقياس رقمي متعدد والمراجع التقنية المحددة للسيارة سوف تعتمد متطلبات الجهد على العام المحدد والطراز والمحرك في السيارة اختبارات الدائرة ستختلف متطلبات الجهد بناء على المحرك المحدد وتكوين دائرة التحكم في تخفيف ضغط الوقود والمكونات المضمنة يجب الرجوع إلى البيانات التقنية للحصول على نطاق الجهد الصحيح لكل مكون إذا حددت هذه العملية عدم وجود مصدر طاقة أو أرض فقد تكون هناك حاجة إلى اختبار الاستمرارية للتحقق من حالة الأسلاك يتم إجراء اختبارات الاستمرارية دائما بإزالة الطاقة من الدائرة ويجب أن تكون القراءات العادية صفر أو من المقاومة ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في البيانات الفنية المقاومة أو عدم الاستمرارية هي مؤشر على وجود خلل في الأسلاك أو الموصلات التي يجب إصلاحها أو استبدالها ما هي بعض الإصلاحات الشائعة استبدال مضخة الوقود استبدال صمام تخفيف ضغط الوقود استبدال منظم ضغط الوقود تنظيف التآكل من الموصلات إصلاح أو استبدال الأسلاك الوميد أو استبدال PCM نأمل أن تكون المعلومات الواردة في هذه المقالة مفيدة في توجيهك في الاتجاه الصحيح لتصحيح المشكلة في دائرة التحكم في تخفيف ضغط الوقود هذه المقالة إعلامية بشكل صارم ويجب أن تكون الأولوية للبيانات التقنية المحددة ونشرات الخدمة لسيارتك